وينضم إلينا من أربيل المختص في الشؤون الأمنية مؤيد الجحاشي أهلا بك أستاذ مؤيد شكرا جزيلا لوجودك معنا يعني كيف تسنى لمهاجمي السفارة الوصول إليها بهذه السهولة وهي في هذه المنطقة المحصنة أمنيا بينما فشل المتظاهرون وعلى مدى أشهر وأسابيع في الاقتراب من السفارة الإيرانية أو من المنطقة الخضراء أو حتى في إكمال عبور بعض الجسور في بغداد نعم يعني تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الحرة عراق طبعا أنه تبين بما لا يقبل الشك وبالدليل القاطع بأن الحكومة العراقية المتواجدة بالمنطقة الخضراء هي حكومة ميليشيات وحكومة الحجد الشعبي جوابا على سؤالك بأنه شوف المتظاهرين في ساحة التحرير كانوا حاولوا عدة مرات أن يعبروا جسر الجمهورية أو جسر التحراء ليعتصموا أو ليتظاهروا أمام المنطقة الخضراء التي هي تواجد الحكومة العراقية ومنعوا وقمعوا وقتلوا واعتقلوا على أثر ذلك ولكن عندما أرادت الميليشيات المنتمية والمنضوية تحت الحجد الشعبي والما تسمى تحت القيادة العامة القوات المسلحة خلال دقائق فتحت لهم الجسور ومن ضمن الجسر المعلقة الذي ينزل مباشرة على المنطقة الخضراء وفتحت أبواب المنطقة الخضراء باتجاه مقر السفارة الأمريكية وللعلم أن هناك سبع سيطرات موجودة من الشارع الرئيسي إلى ما تصل إلى السفارة الأمريكية وهذه السبع سيطرات يتبع للقوات الأمن العراقية والاثنين الأخيرات هما اللي تابعين لحرس المنطقة الخضراء يعني معنات شنو؟ معنات أن الحكومة العراقية حكومة حجدية حكومة تابعة للميليشيات وهي متشكلة من الميليشيات وقد أعطت الأمر إلى ذلك الموضوع أنه مو موضوع متظاهرين أو معتصمين هذولا لابسين عسكري أستاذ محمد شارين إسلاح سواء واستعراض أمام السفارة الأمريكية ثم فيما بعد نتناقش إنهم اخترقوا كسروا حرقوا رفعوا العلم حزب الله العراقي رفعوا علم الكتائب هذا فيما بعد ولكن هذه السفارة الدولة تعتبر الدولة نفسها هي موجودة على الممثلي الدولة هذا لا يجوز شوفوا المتظاهرين العراقيين يرفعون العلم العراقي وهذولا الميليشيات يرفعون علم حزب الله وعلم الميليشيات التابعة لإيران أمام السفارة الأمريكية شوفوا شقد أكون فرق ما بين المتظاهرين والحمد لله ساحة التحرير أعلنوا براءتهم من هؤلاء نعم سيد مؤيد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف قال إن اقتحام السفارة الأمريكية بهذا الشكل كان مباغتا بالنسبة للقوات الأمنية وكأن هذه القوات أخذت على حين غرة معنى ذلك أنه أي هجوم لداعش أو لغير داعش مباغت ممكن أن يعني يسقط محافظات مرة أخرى ليس كذلك والله استاذ محمد إحنا ما عدنا حكومة ولا عدنا رجال الدولة إحنا عدنا رجال عصابات هذا التصريح ما المتحدث باسم قائد العام للقوات المسلحة أو بشكل مباغت يعني هذا التصريح ما المتحدث باسم قائد العام للقوات المسلحة هذا مو كلام لعد أنت وين المؤسسات مالكم وين الاستخبارات وين الأمن وين المؤسسات الأمنية مالتكم الموضوع استاذ محمد يعني المنطقة الخضراء مو مثلا فد مكان سفارة لدولة في حي أو في شوارع عادية المنطقة الخضراء محصنة تحصين دقيق منذ 2003 لحد هذا اليوم ودليل كلامي وانت تعرف وسؤالك كان موضوع والفيديوهات موجودة أن المتظاهرين صار لهم في 85 يوم يريدون يعبرون الجرس الجمهورية حتى يأتيون على بوابة أحد البوابات المنطقة الخضراء ماذا يقدرون لعد ذولة شون دخلوهم مين فاتوا مين طلعوا استاذ محمد فتحتهم الأبواب وتتذكر أنت من صارة المتظاهرات اللي قادها السيد مقتد الصدر أيضا خرج قائد القوة في ذاك الوقت كانت تحرس المنطقة الخضراء اللي هو هاليوم بالبرلمان صار برلماني كان في ذلك الوقت قائد عسكري فتح له بوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء ودخل على البرلمان واعتصمه بالبرلمان يتذكر فنفس الحدث صارت فتحت البواب أمامهم وما يقدرون يعني أنت تتصور أنه أكو ضابط لو قاعد هاليوم على بوابات المنطقة الخضراء أو يحرس إحدى البوابات بالمنطقة الخضراء يقدر يقول له لهادي العامري لو الأبو مهدي المهندس لو القيس الخزعلي لو الحامد الجزاري والله أنا ما أفتح لك الباب يكتلوا رأسا يبيدون القوة ماله كلها رأسا استاذ محمد حكومتنا حكومة حشد حكومتنا حكومة ميليشيات ولا لو مو مليشيات على أي أساس مسلحين ولابسين عسكري يطوقون سفارة مو أمريكا نحن ما عن نحكي على موضوع سفارة أمريكية أي سفارة نحن ما نقبل لأن هاي ممثلي الدولة نحن دولة لو عصابة نحن حكومة لو نحن مافيات نحن ما عدنا وهذا كله صوش من استاذ محمد هذا الصوش كله وهذا الذنب كله يقع على أعطق أمريكا هي اللي جابتنا هذولة رجال العصابات اللي مو رجال دولة وهي رح تتلقى هي رح تتلقى من أثر أعمالها نعم سيد مؤيد بخصوص هذه الجماعات أو هذه الفصائل المنضوية تحت مظلة الحج الشعبي يعني طالما كان يؤكد قادتها بأنهم منضبطون يلتزمون بالقانون العراقي وبقرارات القيادة العامة للقوات المسلحة السؤال أنه حتى الآن لم يستجيبوا لرغبة رئيس مجلس الوزراء بإخلاء المنطقة والانسحاب من أمام السفارة وعدم الاستمرار فيما يحصل ما هو هذا هذا اللي صارتنا سنين نريد نثبته نثبته لدول العالم كلها بأنه هذولة ميليشيات هذولة لا تسمعون كلامهم أنه والله إحنا فصائل تابعة للحجد الشعبي والحجد الشعبي تابع للقايد العام للقوات المسلحة اللي سووها اليوم أنا أعتبره أكبر غباء يعني بس هو مدفوعين يعني هو لازم يرفعون أعلام الميليشيات أو مع أعلام حزب الله وانت شفت حتى الكتابات كتابة من الكتابات على الببنى الداخلي للسفارة مكتوب سليماني قائدنا فهذولة أثبتوا للعالم بأنهما ميليشيات هذا واحد اثنين هذولة لو ما رافعين أعلام وما لابسين عسكري لو فايتين مدني مواطنين مدنيين يعني يغشون خلي نقولون بمكر فايتين والله إحنا متظاهرين وما نقبل وصار قصف وقتلوا عراقيين كان نقوله جوز متظاهرين معتصمين ناس مدنيين غاضبين ولكن متعمدين وإحنا يعني هذا الكلام كنا نقوله هذولة مو قيادة عامة هذولة مو جيش هذولة مو تابعين للقائد يعني مو عناصر تابعين البعض استاذ مؤيد أحد مؤسسات الدولة يعني البعض هذولة وضحت هذه الفكرة استاذ مؤيد البعض يعني يعتقد أن وجود مستشار الأمن الوطني فالح الفياض قادة بعض الكتال زعيم تحالف البناء بين هؤلاء المحتجين كان يعتقد بأن هذا الأمر يمكن أن يخفف من الاندفاع نحو السفارة الأمريكية لكن هذا لم يحصل رغم وجود هذه القيادات بين المحتجين لا بالعكس استاذ محمد تواجد هؤلاء القادة للإثبات للإثبات اللي أبوهم الولي الفقير بأنه إحنا بعدنا أتباعك وإحنا بعدنا دويلك واش تأمرنا راح نسوي هذا واحد اثنين بهذه الفعلة استاذ محمد طلعوا من غطاء الحكومي ودخلوا بغطاء الميليشيات أمام العراقيين وأمام كل دول العالم هاليوم بات غير من الممكن أنه أحد من المنتمين للحجد الشعبي فيما يسمى فالح الفياض أو هادي العامري أو أبو مهدي المهندس والله إحنا أتباع أو نتبع القائد العام وغاد المسلحة طلعوا من غطاء الدولة اليوم رسميا ودخلوا في غطاء الميليشيات وانت راح تشوف أنه هاي الفعلة ما لهم سوف يصنفون رسميا كقادة وكحشد شعبي بالكامل على أنه منظمة إرهابية حالة حالة داعش ترجمة نانسي قنقر